اشتركوا في القناة الرئيس مانويل ماكرون سوف يغضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكالة الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي رئيس الجمهورية خضع للفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا كوفيد-19 تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس الأعراض الأولية وقالت الرئاسة أن الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله من بعد وكان ماكرون قد أنا في أول من ديسمبر عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة لتعيم المواطنين باللقاح من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد شهري إبريل وإيونيو من العام المقبل وبكده يكون خلص الفيديو اللي معنا وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته